لا يقدرون على شيء ولا يلتفت إلى حالهم المسؤول عنه فتاه بين شوارع الموصل المدمرة أو في مخيمات يخرجون منها مرة وإليها يعودون عشرات العائلات من الموصل وضواحها وما يجاورها من البعاج وربيع غربا حتى حمام العليل وسهل نينوى شرقا تنزح مجددا عن ديارها أو ما تبقى منها مخيمات الخازر وحسن شام ومخمور وجهة النازحين الجدد بعد أن ضاقت عليهم سبول العيش وقل المعين وعجز حتى عن تأمين قوت يومهم فوصلت الأرقام إلى أكثر من خمسين نازحا يوميا يصلون إلى المخيمات بعد أن قضى أمل العيش الكريم نحبه بحسب مسؤولنا في محافظة نينوى عضو مجلس المحافظة حسام الدين العبار قال إن موجة النزوح العكسي تصاعدت مؤخرا لا سيما من طرف تلك العائلات التي دمرت منازلها ومصادر رزقها في العمليات العسكرية وكذلك بسبب مشاكل أمنية ولعل المعضلات الأمنية المقصودة هنا هي سطوة الميليشيات على المحافظة وفرض سيطرتها وقوانينها بالقوة من عكس سلبا على الوضع الأمني المتدهور أصلا هذا علاوة على منع النازحين من العودة إلى بعض المناطق لأسباب يقال إنها أيضا أمنية لكنها في الحقيقة لغاية بنفوس قادة الميليشيات المرتبطة بإيران وتحوم حولها شبهات التغيير الديمغرافي أما المنظمات الإنسانية فتقول إن المخيمات اكتضت مجددا بالنازحين بالتزامن مع انعدام الدعم الحكومي تماما حتى أضحت غير صالحة للسكن كما ويعاني النازحون فيها من مأساة مشابهة لمأساة الحرب وكما هي المأساة في الموصل فإن نسخة أخرى منها لا تقل قتامة في صلاح الدين والتأميم والأنبار حيث نزح مئات السكان مجددا إن المخيمات للأسباب ذاتها كان عدم فرص العيش وانحدار الأوضاع يوما بعد آخر بالإضافة لسلاح الميليشيات المتحكم بكل شيء ترجمة نانسي قنقر